كمان الفيفا بيرحب بالأهلي ويعقد اجتماعاً فنياً بالبعثة عبر الفيديو كونفرنس إن بارح كنت اتكلمت وقلت الفرقة أول ما توصل تاني يوم هيكون فيه تدريب وجالي ما بالنسبة كبيرة هيتم عقد مؤتمر عبر الفيديو كونفرنس ما بين اللجنة المنظمة للاتحاد الدولي فيفا مع بعثة فريق النادي الأهلي وده اللي حصل النهاردة بالفعل حوالي ساعة 12 ظهراً كان فيه اجتماع موسع ما بين اللجنة المنظمة في الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا واللي كان بيمثلها في هذا الاجتماع مدير البطولة جري مرطة هو مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكورة القدم كان موجود وبيه حاضر في هذا الاجتماع وفي هذه الجلسة مع كل اللاعبين وأفراد البعثة الاجتماع حضر والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وطبعاً منصق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكورة القدم الكابتن سار عبدالحفيز مدير القرى الجهاز الفن بقيادة بيتسو مسماني لعبه الفريق والكابتن سامير عبد المدير الإداري والجهازان الطبي والإداري والأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام بالنادي حضر الاجتماع أيضاً الكابتن أمير توفيه مدير التعاقدات والتسويق بالنادي والأستاذ أشرف عمر نائب مدير التسويق في النادي والمهندسة حنان الزيني مدير اللوايح والترخيص في النادي الأهلي والدكتور عمر محب واللي تولى عملية ترجمة كافة التعليمات من الفيفا لكل أفراد البعثة التعليمات هي متعلقة بالتعليمات الفنية الخاصة بالبطولة التعديلات اللي هتطرق على مسألة التحكيم في هذه البطولة أنه فيه تغييرات إضافية وفيه تغييرات لقدر الله في وجود حالات إصابة أو ارتجاج في المباراة اللوايح المنظمة للمسابقة الإجراءات الاحترازية والوقائية ده مهم جداً يتشرح في هذا الاجتماع عشان كل لاعب وكل فرد في البعث سيبعى عارف إيه الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي ممكن تحصل خلال فترة البطولة بالإضافة للأمور التنظيمية والفنية واللائحية المتعلقة بمشاركة الأهلي في كأس العالم اللي أندي قدامكم على الشاشة هو دي لقطات حصرية مش هتشوفوها إلا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي صوت وصورة ويومياً طبعاً لقطات خاصة جداً لبعثة فريق النادي الأهلي من فندو الإقامة في رسالة إن شاء الله بإذن الله تكون يعني إيجابية ونعيش الجمهور معنا لحظة بلحظة مع كل صورة وكل خطوة داخل فندو الإقامة طيب النهاردة أولى تدريبات الفريق الفريق النهاردة يتمرن الساعة 8 مساء على إحدى الملاعب القريبة من فندو الإقامة البعثة يعني تناولت وجبة الغداء منذ قليل داخل إحدى القاعات المخصصة لتناول الطعام وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة للجميع نقدر نقول إن ده أول اجتماع للعيبة في المطعم لتناول وجبة الغداء لأن برح العشاء كان في الغرف كل واحد في غرفته جالوا الأكل لغاية عنده النهاردة أيضاً الفطار كان بنفس الشكل ده تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لبعد ظهور العينة وللحمد لله النهاردة يعني اللعيبة والجهاز الفني العينة كلها سلبية فيبدأ بقى الفريق يتعاش ويتعامل مع كل مجريات البطولة